بداية النشرة الاقتصادية مساء الخير بدأ المصرف المركزي بتحويل أثماني موسم القمح لعام 2016 إلى المصرف الزراعي التعوني على دفعات المركزي وفي بيان له أكد الاستمرار بسياسة في سياسته في دعم الانتاج الزراعي بهدف دعم الفلاحين والزراعة وسيتم إدارة السيول المطلوبة للسداد وفق تقنيات تطمن الحفاظ على استقرار سعر الصرف أصدر وزير الزراعة في حكومة تسيير الأعمال المهندس أحمد القادر قرارا حدد بموجبه أشروط الفنية والصحية النباتية الخاصة باستيراد بدار البطاطا القرار ألزم الشركات الموردة للمادة بتأمين الكميات المطلوبة من المؤسسة العامة لإكتار البدار من أصنافها كاملة على أن تلغى أي موافقة للقطاع الخاص على مستوى الصنف لاستيراد البدار من الشركات التي لا تتعامل مع المؤسسة أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 915 مسكنا للمكتبين على مشروع إسكان الشباب في محافظة ريف دمشق توسع ضاحية قدسية مدير عام المؤسسة المهندس سهيل عبداللطيف بيان أن المساكن المذكورة تتوزع على 828 مسكنا من الفئة ألف للمكتبين بموجب القرار الوزري رقم 1343 للعام 2002 للمرحلة الثانية والمقدرة بسبع سنوات والمرحلة الثالثة والمقدرة بـ 10 سنوات و 16 مسكنا من الفئة بي و 71 مسكنا من الفئة جيم للمكتبين بموجب القرار الوزري رقم 1163 للعام 2004 المرحلة الخامسة المقدرة بـ 12 سنة أكد المدير العام لشركة عدرة لصناعة الإسمنت المهندس مفيد سليمان أن كمية الإنتاج التي حققتها الشركة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الخامس بلغت 222 ألف طن من مادة لكلينكر بنسبة تنفيذ بلغت 79% من الخطة سليمان أشار إلى أن كمية الإسمنت المنتجة فعليا بلغت بحدود 213 ألف طن وبنسبة تنفيذ سجلت 79% تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات و 400 مليون ليرة سورية وبنسبة تنفيذ بلغت 76% علما بأن الخطة المقررة لقيمة الإنتاج للفترة المذكورة كانت 5 مليارات و 500 مليون ليرة سورية أكد مدير فرع دمشق للمؤسسة العامة الاستهلاكية وسام حمامة أن مبيعات فرع المؤسسة حتى شهر أيار الماضي بلغت 650 مليون ليرة سورية فيما وصلت مبيعات الثلاث الأول من رمضان الحالي إلى أكثر من 170 مليون ليرة سورية حمامة أشار إلى استمرار استهلاكي دمشق بتسيير سيارة جوالة في الأحياء بالتعاون والتنصيق مع محافظة دمشق وجهة الأهلية في الأحياء والبيع بأسعار مخفضة عن السوق نافيا وجود أي إجراء باتجاه رفع الأسعار بدأ البنك المركزي المصري التفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقتراض 5 مليارات دولار لتأمين احتياجات مصر من العملة الصعبة أحد وزراء المجموعة الاقتصادية في مصر أوضح أن بلاده تعاني من شحن شديد من العملة الصعبة بدأت مفاوضاته من خلال البنك المركزي الأسبوع الماضي مع صندوق النقد لاقتراض 5 مليارات دولار متوقعا أن يزور وفدا من الصندوق مصر الشهر المقبل لاستكمال المفاوضات قال مسؤول مصرفي كويتي أن المصارف الكويتية عقدت اجتماعا طارئا لبحث مدى تأثيرها بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المسؤول أشار إلى أن هناك إجراءات استثنائية ستقوم بها المصارف خلال الأيام المقبلة في ظل ازدياد تداعيات قرار البريطانيين الخروج من الكود الأوروبية بالتزامن مع ظهور عريضة جديدة موجهة إلى البرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثاني تخطى الموقعون عليها مليوني شخص وهو ما يثير قلقا عن الأوضاع المصرفية البريطانية خلال الفترة المقبلة أعلن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفاديف أن نمو الاقتصاد الروسي يجب تأمينه من مصادر داخلية وليس من أسعار الخامات البورصة الدولية مدفاديف قال في مؤتمر حزب روسيا الموحدة المنعقد في موسكو نريد أن ابني اقتصادا يعتمد نموه على المصادر الداخلية وليس على أسعار الخامة في البورصة بمناخ عمل مريح لرجال الأعمال الروس وجذب المستثمرين الأجانب بقطاع حكوميا فعال أعرب اتحاد شركات السياحية الروسية عن أمله باستئنف رحلات السياحية قريبا إلى تركيا وذلك بعد اعتذار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مقتل الطيار الروسي في سوريا بعد سبعة أشهر من القطيعة الدبلوماسية بين روسيا وتركيا جاءت خطوة اعتذار رئيس النظام التركي رجب أردوغان عن مقتل الطيار الروسي في سوريا كما وصفها الكريملان بالخطوة المهمة لكنه أيضا يرى أنه مازال أمام التركية الكثير من العمل من أجل تطبيع العلاقات التركية الروسية مجددا ولعل أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا في تركيا إثر التوتر القائم مع روسيا كان قطاع السياحة الذي يشهد تراجعا حادا بعد عزوف السائح الروسي إلى جانب الأوروبي عن زيارة تركيا وفي حال رفع الحظر الروسي عن الرحلات السياحية إلى تركيا فسيكون ذلك بمثابة قبلة الحياة لقطاع السياحة التركية بيانات حكومية رسمية كانت قد أفادت في وقتا سابقا عدد السياح الأجانب القصدين التركية قد تراجع في شهر نيسان الماضي بأكثر من 28% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي فيما يستمر التراجع في قطاع السياحة الرئيسية ووفق لوزارة السياحة التركية فأن عدد السياح الأجانب تراجع في نيسان إلى أعلى من الضعف مما كان عليه خلال شهر آذار من العام الجاري كما شهدت الأشهر الأخيرة تراجعا ثابتا في عدد السياح الروس بنسبة 79% وهم الذين كانوا يمثلون مصدرا رئيسيا للسياحة في تركيا والآن ننتقل مشاهدين إلى أسعار العملات والمعادن ونبدأها بأسعار صرف الدولار وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي حيث سجل الدولار في المصرف المركزي 470 ليرة سورية أما في شركة أصرف فقط سجل 467 و 68 قرشا اليورو في المصرف المركزي كان عند حدود 584 ليرة و 78 قرشا أما في شركة أصرف فقط سجل 515 ليرة و 78 قرشا أسعار الذهب العالمية فيها سعار الأنصى عالميا سجلت 1315 دولارا و 85 سنة للأوقية الواحدة أما أسعار الذهب في سوق المحلية فقط سجلت بنسبة لجرام الذهب عيار 21 17700 ليرة سورية أما جرام الذهب عيار 18 فقط سجلت 15 171 ليرة سورية أخيرا أسعار النفط العالمية فيها سعار 5 برينت 47 دولارا و 76 سنة أما الخام الأمريكي فقط سجل 46 دولارا و 97 سنة مشاهدينا النشر الاقتصادي يمتعت